قام وزير الصحة عبدالحق سيحي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بزيارة لمصلحة طب الأطفال بمستشفى بنمسوس في العصمة وأكد الوزير خلال السيارة على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الفئة أو هذه المناسبة الدينية من أجل تعزيز قيم التضامن والأخوة والإنسانية بين أفراد المجتمع مستغلا ذات المناسبة لتفقد أحوال المرضى الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم ومشاركتهم فرحة العيد كما ثمن سيحي عمل الأطقم الطبية المؤهلة التي تسهر على ضمان الخدمات لهذه الفئة من المرضى ووجه لهم تحية تقدير وعرفة اليوم طلعنا على حالة مرضى صغار في مستشفى بنمسوس وقد ارتحنا لمستوى التكفل بهم وهي حالات تقريبا مستحسية جدا وبفضل الطاقم الطبي والجراحين تم التكفل بهم واغتنمنا بفرصة أننا نتبادل ونتقاسم مع كل أطفال ومع ذويهم وأهليهم فرحة العيد وقدمنا لهم بالمناسبة وهم أطفال هدايا رمزية أعتقد أن هذا الجانب التضامني الذي قامت به أيضا جمعيا من الجمعيات في مجال تقديم الهدايا هو يرمز إلى حب الجزائري للتكفل بالمرضى ولكل المشاعر النبيلة التي عرف بها الشعب الجزائري من تضامن في الحالات المستعصية وأعتقد أن المستشفى بالمسوس من بين المستشفى المؤهلين لأن يكون المستشفى بحكم ما يقدمه من خدمات المستشفى الراقية في العاصمة وأظن أيضا أن الطاقم الطبي وهو مجند لذلك هناك الكثير من مشاريع التي ستخدم المرضى